إلى مصر حيث قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تروحت بين 42 و 55% وفقا للأسعار الجديدة فقد ارتفع سعر لتر البنزين 92 أكتين من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات مصرية أي زيادة بنسبة 42% وارتفع سعر لتر من البنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه مصري أي بزيادة نسبتها نحو 55% كما ارتفع أيضا سعر أسطوانة غاز الطهوة المنزلي إلى الضعف من 15 إلى 30 جنيه مصري هذا وتعد زيادة الوقود تلك هي ثانية منذ قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العولات الأجنبية أو ما يعرف بالتعويم وثالثا منذ تولي السيسي لرئاسة مصر وكانت الهيئة العمل للبترول في مصر قد قدرت فاتورة دعم البواد البترولية خلال العام المالي المقبل بنحو 45 مليار جنيه في حال عدم تطبيق إجراءات جديدة لتخفيض الدعم ويتوقع مراقبون أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود إلى ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النقل ترجمة نانسي قنقر